كمان في اطار احتفال الكنيسة القبطية في الارثوذكسية بعيد القديس ماري جيرجس حرص عدد من الشيوخ والمواطنين المسلمين للمشاركة مع اخوانهم المسيحيين في الاحتفالات التي تجرى في اغلب محافظات مصر وتواصلت الاحتفالات السنوية بعيد ماري جيرجس الروماني بدير ماري جيرجس بالرزايقات في ارمانت بالقصر منذ اسبوع تقريبا وحتى انتهت امس الخميس وتشابه الاحتفال في مصر والقدس وتوافد الملايين على مدار الايام لنوال البركات يعني طبعا عيد ماري جيرجس انتم عارفين طبعا ليه اكتر من مناسبة يمكن عيد استشهاده في واحد مايو من كل عام ولكن بيبقى فيه احتفال ايضا كبير في بعض المزارات الدينية في مصر ربما كانت الاسبوع الماضي واختتمت هذه الاحتفالات بالامس سبعة هاتور يمكن احقاقا الحق يعتبر دير ماري جيرجس في الرزايقات محافظة لقصر من اكبر المزارات الدولية العالمية التي تستضيف جموع الشعب من كافة انحاء العالم لا اقول فقط من مصر ربما فيه ناس كتير بيتيجي من الدول العربية وفيه ناس كتير ايضا بتزبط اجازتها وتيجي فيه هذا المعاد بالذات من كل عام عشان تاخد بركة القديس العظيم ماري جيرجس وما بيعتبر هذا العيد مصار وعلامة مضيئة على تسامح الشعب المصري في صعيد مصر مسلمين ومسيحيين بصراحة زار العيد السنادي ائمة كثيرين افاضل من منطقة لقصر راحوا مخصوص عشان خاطر شاركوا اخواتهم المسيحيين في هذه الاحتفالات وتقديرا للعلاقة الوطيضة الازلية بين المسلمين والمسيحيين